خلال هذه التفاقية التي توقعت أمام سيد الرئيس الحكومة سيكون تمويل برنامج أول تأهيل الحدد للإستاد التي تأهيل إلى عام 2025 وهو كأس العالم 2030 وبما فيهم المركب الرئيس الذي سيكون جديد في بن سليمان هناك تأليمات جاءة الملك لينسرو التي تجهيزات الأساسية تكون في مجتوى دولي وتلائم مع كل المعطيات التي هي ضرورية في تفتار تحملات لفيفا وكف والأشغال التي ستطلقها في واحد الأعادات لإعادات لها تأهيل وفيما يخص أستاد بن سليمان لكي يكون الأتود أرشيتكتورال لديل هذه الأستاد التي ستكون لنتلعق هذه المشروع إن شاء الله